أم أيها من ليبيا تقول يعني هل كفن الميت لا بد أن يكون يعني من ماله ولا يجوز لأحد التبرع به للميت أختي أم أيها من ليبيا بارك الله فيك الأصل أن الميت جهز من ماله يعني بالنسبة للميت إذا مات يأخذ من ماله فيشترى له الكفن ويشترى له يعني الأشياء يسمونها منظفات الآن ويعطى أجرة الغاسل مثلا كل هذا من ماله وبعدين تبدأ الوصية وأيضا سداد الديون وبعدين تقسيم التارك لكن هل يلزم ما يلزم لا ما يجب يعني لو جاء مثلا ابن الميت أو والد الميت أو أخو الميت أو قريب الميت أو صديق الميت قال والله أنا أحب أني أكفنه وما جهز كفن مثلا ولا أوصى مثلا بأن الكفن يخرج من ماله لا هكذا وحب شخص أنه يتبرع بالكفن وهذا جائز وللله الحمد ولا يشترط أن يكون من ماله لكن الأفضل أن يكون من ماله هذا من حيث الأصل لكن لو حصل تبرع شخص لا حرج في ذلك وللله الحمد والمنه ترجمة نانسي قنقر